تركت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الساحة مفتوحة لرئيس الحكومة الصهيونية بن يمين نتنياهو ليسجل المزيد من المكاسب على حساب الجانب الفلسطيني دون أدنى مقاومة صحيفة واشنطن بوست سلطت الضوء على المستوطنين الصهينة في الضفة الغربية المحتلة الذين أغدقت عليهم إدارة ترامب ما وصفتها بالهدايا على مدار أربع سنوات وبات اليوم يكتشفون واقع تغير الإدارة الأمريكية الحالية بأخرى يرون كذلك أنها قد تكون منضبطة نوعا ما بالنسبة لهم الصحيفة قالت أنه بعد هذه السنين يسح المستوطنون على واقع جديد ويحضرون لقتال قبل أن تحيي إدارة الرئيس الجديد جو بايدن المدخلة تقليديا ناقدا لمشروعهم فقادة المستوطنين في الضفة الغربية والقدس الشرقية يتوقعون عودة ما وصفتها بالرقصة المستمرة وبلعبة القط والفأر القديمة حيث يقومون في عهد بايدن بتوسيع المستوطنات لحين تدخل البيت الأبيض وإيقافهم بعد أن كان ترامب قد غير الأوضاع بمصادقته على مخطط ضم المستوطنات إلى الكيان الصهيوني وقبل الأسابيع التي يكمل فيها جو بايدن فريقه المسؤول عن السياسة الخارجية والذي من المتوقع أن يضم مسؤولين من إدارة باراك أوباما السابقة يعارضون الاستيطان تقول الصحيفة إن مواجهة جديدة بدأت بإعلان تلي أبيب بعد مرور أسبوع فقط على خسارة ترامب الانتخابات خططا لبناء 1257 وحدة استيطانية في ضواحي القدس وعطت حكومة الاحتلال شركات البناء موعدا نهائيا وهو الثامن عشر من كانون الثاني لتقديم العطاءات أي قبل يومين من حفل تنصيب بايدن وهو ما قد يمثل استفزازا له لكنه أفرح المستوطنين الذين استعدوا لتبني موقف عدائي من واشنطن الفلسطينيون عبروا عن غضبهم من المخططات السهيونية وآخرها بناء المزيد من المستوطنات ووصفوها بالجولة الأخيرة للسيطرة على أراضيهم المحتلة فهل يضع الغضب هذا حدا لاستمرار نمو المستوطنات والمشاريع السهيونية المختصبة لحقوق الفلسطينيين في ظل الإدارة الأمريكية القادمة برئاسة جو بايدن؟ ترجمة نانسي قنقر